اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقة من حلقة قناة نقاط عصافر الزينة النهاردة هنتكلم عن 3 محاذير تتجنبهم في حالة وجود فروخ تحت طيور البدج في الحقيقة ان في حالة وجود فروخ تحت طيور البدج واجب على الهاوي المربي انه يتجنب عدة اشياء اولها انه يفتح على الطيور او على الفروخ او على الطيور اللي رأده في البياضة لان في الحالة دي هتقوم الانسة بزعر وهتقوم بدهس الفروخ وكاسر البيض يبقى يبعد عن الفكرة دي تماما وان اضطر لكده يخبط خبط خفيف على باب البيضة هتقوم الانسة بهدوء باريحية تقدر تحمي الفروخ من الدهس والبيض من الكاسر المحاذير التانية في حالة وجود فروخ تحت الاهالي من البدج انك تتجنب انك تقدم خضروات بشكل دائم لان تقديم الخضروات هنا قد يصيب الفروخ بالاسهال ويؤدي الى نفوق الطيور الحاجة التالتة او الواجب ان احنا نتجنبها في حالة وجود فروخ تحت الاهالي ان انت ما تكسلش انك تغير النشارة في درج النشارة تحت الفروخ لانها تصاب الفروخ بالبلل وترتفع الرطوبة في البيضة وبتبقى البيضة مرتع خصب لحشرة الفاش وقد تلتسق الفضلات في ارجل الطيور وبتسبب لها الكساح بكده نكون عارفنا التالت محاذير اللي واجب ان احنا ما نعملهمش في حالة وجود فروخ نرجعهم مع بعض اول حاجة ان لازم نغير النشارة ومنسيبش النشارة بدون تغيير الحاجة التانية ما نفتحش على الفروخ اثناء وجودهم تحت الام بالسمرار عشان ما تصابش الام بالزعر وتدهس الفروخ الحالة التالتة ما نقدمش خضروات في حال وجود فروخ اقل من اسبوع تحت الابوين انا عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وعمل اشتراك للقناة عشان تستقل فيديوهاتنا هنجاوب على كل الاسئلة والاستفسارات اللي هتصلنا منكم شير الفيديو ليصل اكبر عاد ممكن من المشاركين الى اللقاء في فيديو اخر تقبل تحياتي